السلام عليكم أخوتي تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بلا ما نسوا أخوتنا اللي في الغربة فيديو اليوم راح نتكلم على بعض المواضيع والمهمة وأيضا بعض التوضيحات في بعض الأمور اللي تخص قضية فارس محمد فارس راح نتكلم أول شيء على الضجة والله بعض التهكم على يوسف عطال في مباراة باري سين جرماء وبعض الصفحات في فيسبوك يعني للأسف يعني تعليقات ما تليقش بلاعب منتخب الوطني والله بالاستفزاز ولاعب عطال يعني أصبحت يعني تهكم على خاصة على مردود واليوم واليخرج بإصابة ومتمنى ورشالله الشيفاء على عجب على قضية مردود وعلى مبابي وعلى أنه مبابي قلب أطوروت على يوسف عطال يظن ما تستهلش هذا الشيء أول شيء لماذا؟ يوسف عطال راجع من إصابة وإصابة خطيرة أبعدته أكثر من ستة أو سبعة أشهر ستة أو سبعة أشهر يعني مش بالسهل لعب ملعبش مباراة بودة سبعة أشهر والريتم طوري باش يطلع في الريتم مش بالسهل أنا يعني لو جيت مدرب لو جيت أنا مدرب يعني عطال نعطيه إلا المقابلات السهلة ونعطيها عشر دقائق أربوع ساعة إلى أن يرتفع الريتم بعد ما يرتفع الريتم نعبو ديركتمو أساسي لكن من بطولة معبداء معرجع من الإصابة ديركتمو أساسي ضد مونبولي وبعدها ضد باريسان جرما يعني ظلم العطال هذه صراحة إذن يعني ما تطلبش هذه الأمور ننتظروها يا أسي يا سيدي ننتظروها خوتي على أقل ثلاثة أربع مقابلة نقدر من بعدها نحكموا على مردود يوسف عالطال من زال السيد راجع من إصابة سبعة أشهر يعني ما نعدوش كما حكى المستوى نهاجموا لعب مش بالطار بش بالطريقة هذه يعني نتأسفوا إن شاء الله بعض الصفحات فيسبوك تتدارك الأمور هذا وتعتذر للعب لأنه اللعب يعني ملعبش مقابلات كثيرة وراجع من إصابة يعني نطلبش هذا الشيء إن شاء الله أتمناه لتوفيق ونتمنه له الشفاء العج بكها تتكلمت له قناة سكاي سبور بحثت أنه كان اهتمام ويبحث عن مهاجم يبحث على رأس حربة مهاجم ويجد المواصفات تتوفر في إسلام سليماني اللي سكاي تكلمت على الأهداف في موناكو ومشور في نادي موناكو وهو يبقى المفاوضة تكون مع نادي لستر سيتي أنه لاعب لنادي لستر سيتي نتمنى التوفيق لإسلام سليماني ولما لا نشوفه في نادي ميهم مش سواء دوري الإنجليزي أنا صراحة نتمنى يكون في دوري إسباني أو دوري الفرنسي لأن الدوري الإنجليزي يطلب لها قبادنية قوية والبنية الجسدية القوية ومدافعين أقوية الباركور اللي فات معه لستر موش سيمسيماني ملقر يعني مظلوم ظلمة قسم بعد راحيل رانيري ظلم اللاعب هذا مع المدرب الفرنسي كلوت بيول والمدرب هذا روجرز كان في سلتيك وكان في ليفربول هذا المدرب ذني ضد اللاعب الجزائريين صراحة ضد غزار ضد إسلام سليماني نتمنى إن شاء الله في فريق اللي قدر إسلام سليماني ويعطيه الإمكانية باش يعود يرجع إسلام سليماني لأنه صراحة إسلام سليماني مثال لعب المحلي المحترف في الذهنيات ولا محترف في الذهنية نتاعه والعقلية نتاعه نتمنى له كل التوفيق وكل لعب المنتخب الواقع نروحوا القاضية أخرى رح نتكلموا على بعض اللبس ولا الالتباس لناس مزالح ما تفرقش بين رئيس الشركة ولا مسؤول الشركة وموظفين الشركة على قضية مينو رايولا مينو رايولا هو الرئيس الشركة أو صاحب الشركة المناجرات للاعبين وبيع وشراء اللاعبين فرص عندما تبحث تلقى تقول لك مينو رايولا هو ماناجر أو لاجونة ما معناها؟ هو مهوش لاجونة مينو رايولا هو تابع لشركة مينو رايولا لكن الاجون الواكيل انتاع اللاعب في حد ذاته هو صندرو مارطوني شكون هذا صندرو مارطوني؟ تكلمنا عليه في الفيديو السابق على فارس ولما تكلمنا عليه لما خروجه من العيادة ولما الفحص الطبي وتكلمنا وطرقنا الرياكسيون يعني الرياكشن على اللاعب ما يشو في حالة نفسية نوعا ما والشخص اللي كان معاه لتكلمنا عليه السابقا هو الاجونة الشخص هذا خليكم الصورة تشوفوها وهذا هو الوكيل انتاع وكيل رسمي وكيل رسمي ما هو وكيل هفن وكيل رسمي انتاع محمد فارس هذا صندرو باش نتفاهموا قلنا يتباع يخدم في الشركة ولا موظف ولا في الشركة انتاع الوكالة هذي انتاع رايولا مينو رايولا هو مؤسس الشركة بالاضافة الى اخيه انزو رايولا الشركة التي عمو هذا في الشركة هو صندرو مارتوني صندرو مارتوني هذا هو محب لنادي بنيفينتو الشركة نتاع رايولا كما قلت لكم تشرف على لعبين كيبار بول بوكبا ايبراهيموفيتش هالاند انسيني فيراتي العديد من الدونا روما عديد من اللاعبين صندرو هذا مارتوني اللي تكلمنا عليه سابقا في 2016 هو اللي يطلب يعني طرح منقوله طرح النادي نابولي باش يشروه ابراهيموفيتش سلطان istor لكن الغازر التاع اللاعب اللى كان مرتفع مخلاه مش يقدروا يشروه اللاعب هذا كان هو هذا العق ايضا! هذا صندرو مارتوني هو وكيل اللاعب راول اصانسيو هذا اللاعب يرع ف травنادي جانعة يعني باش الناس برك باش تفهم هزا صندرو مارتوني هزا وكيل اللاعب محمد فارس الوكيل هذا صندرو مارتوني يتبع يعمل في شركة رايولا بش ناس تفهم برك بش نوضحو الهلتي بس ما هوش كي نقولو احنا محمد فارس وكيل تاعه رايولا الوكيل الشركة صاحب الشركة لازم نوضحو الناس بش تفهم مليح اما الوكيل الحصري هو ساندرو مارطوني ساندرو مارطوني هو وكيل محمد فارس قضيت يعني ليش طول ما طولش انا ما نتخلش في الامور هذي لان هاد امور خطيتي لكن الشي لاكيد الشي لاكيد اسمعنا كلام من بعض المواقع لما نخش على المواقع اخوتيب تعرفوني انك متعوش جريدة معروفة قمة في ايطاليا ولا الموقع النادي ولا الموقع القريب للنادي تابع للنادي هذي نقول وشوي ناخذ منها اما باش نزمن موقع مواقع هذي هذروه انا طبيعتي من هزا شعال انا مايش مصدر رسمي يعني انا لما تقولي كوريرو دول سفور نقول لك انا لما تقولي تقولي اه لاجازيتا دول سفور نقول لك اه لا روبوبليكا نقول لك ويا سكاي سفور ايطاليا نقول لك بوقع نادي لازيو نقول لك لازيو برس نقولو القريب للنادي نقول لك ممكن ويا صحباش اي موقع نزل الخبر نحطه اما منا نعطناش طريقة اذا قضية انهم لازم يبعدوا جوار باش يشتروف فالس هذي مش منطقة اللاعب جاك للعيادة باش يدير فحص طبي يعني انتهى كل شيء اراك مدام عياط الجوار باش نعطيكم حاجة صورة الصورة باش تفهموها مليك خوتي لازيو عيطة الفالس باش يدير فحص طبي اي فريق في العالم عيط اللاعب باش يدير فحص طبي يراو يعني تفاهمو على كل شيء على تفاصيل العقد كل شيء تبقى الفحص الطبي لما يكون فحص الطبي يعني ما فيهش حال حوال إصابات وكذا ما عندهش عوائق طابعة الهال راي يتعاقد وخلاص ويمضي العقد وخاطيتكم موريكي مثال جاء لوتراز وصل لاروما 13 سبتمبر وصل لاروما 14 سبتمبر فحص طبي 15 امضاء العقد على ما قالوش الموريكي السنة يا موريكي نبيعوذ دو جوار ولا انجوار ونعاونو انسانيو له كونترا علاجات الا في فارس برك علىها يكونوا شوي لوجيك لازم اخيوتي نتعلمو حاجة تحليل تحليل الحل الوقائع والاحداث برك سهلا موريكي له تراز وصل لاروما 14 دارتس ميديكال له كنز سنية نحط رواجه تراز وصل لاروما 14 دارتس ميديكال له كنز سنية لا نمضى شدرك نحنا في المنتجة قلنا باللي عشان تعليه اليوتيوب منتجة قلنا باللي فارس حسب لازيو براس لازيو براس اللي كانت دارت الفيديو الحصري بعد خروجه من العيادة باش الناس تعرف شكون لازيو براس برك اللي اترناعي في فيديو السابق لازيو براس اللي حطت قلت بلي ما كانش ما كانش الصفقة وما تمتش ومكون بسبب الاصابة ما كانش اذا قضية رح يبيعوا دجوار يعني لما ما دخلش رأسي انا لي رأيه وقادر نكون غالط قادر نكون غالط مخطأ عادي بصح رأيي رأيي ناكا بدخلش رأسي تبيعوا دجوار لما ما بعتوش دجوار في قضية موريكي جاءت الفارس وبعتوش دجوار على حتى تبيعوا دجوار وتعطوا دجوار تسمي ديكال سئلة عديدة لازم نطرحوها لازم دلوا تحليل لانا ليه يزخرتين ليس لي اي خبر يجينا نصدقوه لا ندلوا تحليل قراءاتنا لازيو كما رامي يقولوه مواقع لازيو حب تبيع دجوار باش تشتري فارس صح قبل ما تبيع دجوار عقدت الفارس دجوار تسمي ديكال ودار فحص الطب بتاعه من بعدها خرجت بيع دجوار من المرة الأولى لم تبعطوش الفارس دير تسمي ديكال لم تبعطوش دجوار بيعو دجوار تقول ومن بعدها عطل فارس دير تسمي ديكال يعني امور بسيطة ما نطلبش تحليل كبير ولا بينما قراءتي هذه ما كان منها قضية الفارس قادر يسني في لازم وقادر ليسنيش لكن انا الشيء مستغرب له المدة هذه إطالة المدة فيها ممكن ظروف إصابة أن حد سامقت نعبل الإصابة راح تكون عائق كبير في انضمان فارس دي لازيو وإن شاء الله نكون خطأ وإن شاء الله ينضم اللازيو احنا ماذا بينا نشوف اللاعبين تهونا في الصف الأول في الصف الممتاز في الصف العالي ماذا بينا اللاعبين يكونوا في المستوى العالي إذن قراءتي ربما يمضي ربما لا يمضي لكن أنا ضد فكر أنت لازم لازيو بيع دو جوار بيع دو جوار الله نعيط له من النهار الأول ما نعيط له جوار نبيع لي جوار أنت وعي الزوج الذي يبيع عندي وبعد نعيط له نعيط له تسويديك فارضا ما تبعوش دو جوار رياه دروع ليه ما تبعوش خلاص سم الله هذو كفرس وين يروح أسكو يبقى يروح في الروح اللازيو أسكو يروح اللازيو يرجع الاسبال مدن ما مضيش العقدة سيرجع الاسبال كيفان عيط له تسويديكال وبعد نعيط له تسويديكال وصبر وصبر السنة بيع دو جوار ما تبعوش دو جوار هذن ما تبعوش خلاص لا هذا لازيو ما هو شو حومة لازيو ما هو شو يلع في بطولة ود كنيس لازيو فريق معترف يلع في دوري من أقوية دوريات في العالم دوري الإيطالي الكاتشيو الكاتشيو موش تأسس العمي فهات ولا العمين من قبله الاخر سنين يقول الكاتشيو يقول تاريخ يقول إيطاليا الكاتشيو يروح كتاهضر الكاتشيو يقول تاريخ معدوش أي حاجة نتقبلوها لا ندروا التحاليل واناليز إن شاء الله فرس يكون في نادي لازيو والله من نادي أحسن من لازيو وعليش لا إن شاء الله نشوفه اللاعبين تواعنا كل في نوادي كبيرة إذن بالتوفيق لكل لعبي المنتخب الوطني في الأخير ملتقنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته